أسألك عن الزمالك زمالك مبراطين في دورة أبطالة أفريقية عدولين وخسارة قدام سموحة في فترة كده من عدم الاتزان أو عدم الاستقرار تحديدا من كارتينها على مستوى التشكيل وطريقة الأبراية بص محترامي يعني محترامي الناد الزمالك اللي أنا بشوف الناد الزمالك مفروض يبقى أكبر من أي مدرب أكبر من أي مدرب أكبر من أي لعيب لكن الفترة الأخيرة حسيت بعض الشيء ممكن مع مجلس الأدارة المعين أن مستر كارترون أو في عودته التانية لناد الزمالك هو ما كانش ينفع يرجع أنا من وجهة نظري أنه ما كانش ينفع يرجع ورجع ورجع وكسب دوري تمام أنا معاك بس مش تموح أنا محترامي زي ما هتكلم عن نادي الأهلي وسياسة النادي الأهلي لازم هتكلم عن نادي الزمالك في نفس الخطوط اللازم يمشي فيها أنا مش هستكفى لو ما أحب نادي الزمالك أو بشجع نادي الزمالك أنا مش هستكفى ببطولة طبعا جاب لي بطولة أوكي تمام أنا معاك لكن لازم يجب لي كاس مصر لازم يجب لي دوري أبطال وخصوصا أن أنت خسرت دوري أبطال قدام النادي الأهلي أنا بشوف يعني محترامي بسزاجة بسزاجة في طريقة اللعبة اللي أنت لعبت مع النادي الأهلي فيها لكن في بعض الشيء أو الفترة الأخيرة بس أخير عمل مباراة لو تفتكر قدام النادي الأهلي في النهاية دوري أبطال الأفريقيا عمل مباراة كويسة بس هولي عب غلط بس الزمالك الأهلي تكتكيا مع موسيماني كان زكي يعني موسيماني كان طبعا يدي المباراة يعني في النهاية أنت تتفوق يعني في مباراة تتفوق فيها أنت بتتعامي مدرب أيضا كبير والأهلي تفوق وموسيماني تفوق فعلا مش بس الجنب بتاع عفشا اللي جي في الآخر بس تكتكيا الأهلي كان لو تفتكر كان بيدافع أكتر منه بيهاجم وهاجم في فترات معينة وقدر يحسن من المباراة ده زكاء مدرب طبعا تفهم معك طبعا فتفوق موسيماني وقتها على كرتين لكن أنا في مباراةك مع النادي الأهلي أنت مينفعش تلعب ضغط عالي على النادي الأهلي وخصوصا هيعرف تلعب كورة حتى لو ضغطت عالي فيه اسلوب للضغط العالي طيب خلينا في الحاضر الحاضر بقى إيه اللي بيحصل؟ يعني الراجل ده لو تفتكر قبل المبارات الأهلي اللي في الدولة السنة دي كنا نتحدث أن الزمالك أكثر استقرار على مستوى تسابات التشكيل على مستوى اللاعبين بيلعب في 13-14 لعب بس فجأة الأمور بقى فيه تغيرات كتيرة في التشكيل بقى فيه تغيرات كتيرة في طريقة اللعب ده اللي أنا عايز أتكلم معك فيه إن الراجل بدأ يغير مباراة مباراة في التشكيل مش مسبت تشكيل بيغير في طرق اللعب وأنا استشفيت آخر يعني بعد عودة أبو جبل إن الراجل هلعب مباراة مباراة في حياتة حراسة المرمى وده أنا بشوف إنه من وجهة نظري خطأ كبير جدا مع نادي الزمالك معي نادي؟ بالذب مع ناديك كبير ما ينفعش تلعب مباراة مباراة لكن تغير في طريقة اللعب في بعض الناس بتتكلم إن مستر كارتيرون زي بيتلكك عشان الشرط الجزاء ده طبعا عاري تماما من الصحة لأن على ما أعتقد إنه هو تفكيره مش بال مش هو عايز ينجح طبعا يعني في النهاية طبعا لكن حتة التغير في التشكيل كل مباراة مباراة وزي ما بقولك فيه ناس في الفرق الكبيرة بعض اللعبها ما ينفعش يطلع ملعب حتى لو مستواها مش جايد يعني أشرب بنشاري ما ينفعش يطلع ملعب حتى لو يعني أشرب بنشاري في أسوأ حالاته فهو كويس جدا فهو كويس جدا فهو كويس جدا برضو بتشوف على بعض الفترات التذبذل في أداء بعض اللعيبة فيه لعيبة زي ما بقولك لازم يبقى عندك لعيب في نادي الزمالك بيتحكم في رتم اللعب دي اللي كانت موجودة في فرجاني أقولك أكتر أكتر حاجة الزمالك خسيرة في التلات مباراة دول إيه؟ أكتر حاجة الزمالك بيعاني منها دلوقتي إيه؟ طارق حامد طبعا طارق زابد كل الخطوط اللي في الملعب أنسيت أقولي الكلام ده النهاردة في المقدمة بس فعلا طارق حامد عدم تواجده في الملعب فيه خلل في كل حاجة بص لو هتدور زي ما بقول إحنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي إن لازم حد يتحكم رك في رتم اللعب لازم حد يبوزك طريقة لعب الفرق التاني ودي كان من أهمهم كان طارق حامد اللي أنا كنت بتمنى أنه هي هيفيد منتخب مصر في المكان ده لكن غياب طارق أكيد أدر طبعا بنادي الزمالك وبعداء نادي الزمالك اللي كان بيبني عليه مستر كارترون صحيح لكن برضو في الفرق الكبيرة انت لازم عندك البديل صحيح لازم عندك البديل إمام بيقضيها بعض الشيء بس مش قضيها بنفس كمقات مش قفات طريق حامد صحيح لكن زي ما بقولك أهم أهم لاعب أو أهم عنصر في الفرق الكبيرة بالذات اللي هو فوسط الملعب اللي بتحكم لك فريط من اللعب زي في النادي الأهلي السلية كان مزبوط